السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موقع ممتاز جدا اسمه Jira Software الموقع ده مستو ان هو بيعملك تنظيم للأفكار والتسقاط اللي عندك وفيه شغط أفكار حلوة تخليك عمالك منظمة ومرتبة يعني مثلا هترتب ان دي الحاجة دي تدو هتعملها دي شغل Draft Interview Approval Done و هكذا دي مثلا امثلة على طريقة الشغل طيب انا ودوقتي اقول له مثلا هفتح جوجل هتلافي حاجة مثلا زي الكمبان تقدر تشغل بها في اكتر من الفكرة ممكن تشغل بها طيب ممكن تعمل نفسك سايت او تنظيم للشغل وليك ومسلا بموعن هو بيبدأ شوف هل يمجدون لأه تمام اجري انت ليك ان انت حد اشخاص واتنين جيجا كل ده فري هنا بقى بيبدأ يقول لك ان انت ممكن تستورد الاعمال بتاحتك من موقع زي سلاك موقع زي ميكسوف تيم زي جيت هاب انت هتكمل شغل بتاعك من اي واحدة من دول تاخد كل التسقات تاخد كل المهام كل النوتفكيشن وتبدأ تكمل عليها تمام مجرد ان انت تختار اللي انت عايزه وهيفتح الموقع دوت ويبدأ يستورد لك المهام او التسقات الموجودة هدل اسكيب بيقول لي ابدأ اعزم الاصدقاء او الناس اللي شاولوا معك هل انا جديد ولا عندي experience هل انت فاهم فكرة الاجيال ولا لا تمام هتقول له بقى هنا بقى بيقوله فيه template وفيه type template مثلا instagram ممكن اقول له اغير هولي مثلا campaign او باج tracking ان انت بتتبع المشاكل كل واحدة من دول تقدر تعمل التانية جنبيها يعني تقدر تشغل campaign وفي نفس الوقت تشغل scrum طيب خلينا نقول له campaign فهو بيشرحك الفكرة تمام بعد اكتب اقول له use template طيب اقول له مثلا نختار لي template او فهو يبقى الفكرة ان انت هتبقى فيه عندك هنا task حاجة تعملها وحاجة progress تمام وحاجة done انها خلص نوك تعمل اكتر من column صورة موجودة فانت بتعمل task هنا الحاجة دي لسه تعملها دي حاجة انت تشغل فيها الحاجة دي لسه تخلص فيها تمام ممكن تقول له الworkflow انا عايز ادخل لعدل الworkflow فبتقول له هنا فبيبدأ ان انت تتعدل فيها زي ما انت عايز فاقول له هنا بكتوب project اقول له مثلا مثلا call call manager انت مثلا انت مثلا عندك task هنا ان انت هتقونا دي progress مثلا review design طبعا انت تقدر تعدل وتعمل progress حاجة تانية وتسمع هي اسم تانية انت عايزه وتعمل حاجة جديدة وتقدر تعمل set maximum issue اكتر عدد ممكن ولا يكون مثلا اثنين سيف ممكن مثلا design تمام بخلي بالك عمل ايه جاب لك فيه مشكلة فيه مشكلة ايه ان ما ينفعش وتشغال يبع عندك 3 اربعة تسقاط في الame progress اكتر من اثنين ما ينفعش فلذلك دي لما تقول له to do يعني دي لسه بقاملها او انا خلصتها انما هنا اكتر من تسقين مش هينفع اصحب بلين كداب فده هتفيدنا ان احنا نرتب المهام اللي عندنا كده automatic اول ما تجيلك تسقين تانية يقول لك بس الراجل ده واخد بما فيك كفاية فمحدش يحط عليه حاجة ادفية تمام هنا بلاقي بقى الاسم software project ده اسم المشروع اللي هشغلين فيه هنا ده بقى الرودماب يعني دي مسلا هتاخد فترة قد ايه مثلا ده 4 ايام مثلا بري ديزاين ديزاين هنيجي هنا برضو ندوس دي الفترة الزمنية دية ممكن تيجي هنا وتبدأ تحرك فيها فدي تبقى أنا عم حسابة ان الري ديزاين هتبقى من التاريخ ده للتاريخ دوت ولمنحبت الديزاين كذا وكل مرحلة من المراحل ايه الوقت اللي هتاخده ولي هتاخده مثلا بري كونستركشن الري كونستركشن ممكن نجي هنا ونحدد لها وقت هنا بقى احنا عم ممكن تقدر تتحكم فيها دي مسلا ممكن نخلي فيه اكتر من جزء تحت الجزء دوت طيب هنا الري كونستركشن اهي موجودة هيت ممكن تحركها زي ما انت عايز حيث انها مثلا تبقى موجودة هنا تقدر تعدل فيها تاريخ زي ما انت عايز تقدر تدوس عليها فتطلع لك الخارج الخصاص بتاعتها تقدر تعدل فيها كما تشيئ ممكن حتى ان اديها لون مختلف بالشكل دوت فهي من اقوى الادوات لادارة المشروعات الجيرا تقدر تضيف بروجيكت بيجت تكتي فيها كل المعلومات اللي انت عايزة المعلومات عن المشروع